استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنعها دخول البضاء إلى قطاع غزة يواجه سكان القطاع أزمات متتالية أحداثها مقص مواد التنظيف وهو أمر ينعكس سلبا على الغزيين فبصريح العبارة لا وجود للصبون أو مواد غسل الملابس في قطاع غزة وإن توفرت فإنه يصعب شراؤها لارتفاع أسعارها تنقل الأمم المتحدة أن سعر الصبون الواحد في القطاع يبلغ 25 شكل أي نحو 7 دولارات كما وصل سعر اللتر من مادة الكلور إلى قرابة 4 دولارات بينما وصل سعر اللتر من شامبو الشعر إلى نحو 27 دولار أصناف أخرى إما اختفت من الأسواق وإما ارتفع سعرها 20 ضعفا أما هذا أو أمام هذا لا تزال الحرب على غزة مستمرة وسكان القطاع في غالبيتهم نازحون وعاطلون عن العمل أي أنهم لا يملكون المال لشراء البضاء الأساسية للحياة يزيد الوضع سوءا انتشار الأمراض والأوبئة وسط تسجيل حالات من الأمراض الجلدية كالجربي وظهور البثور وتورم الوجه إضافة إلى انتشار القمل والإسهال أمر يزيده سوءا انتشار جثمين الشهداء الملقاتي في الشوارع وتحت الأنقاض إضافة إلى انتشار النفايات ومياه الصرف الصحي في الطرق وبين خيام النازحين تقول الأمم المتحدة أن غياب أدوات التنظيف ينظر بكارثة صحية في القناة